السلام عليكم ورحمة الله مضحه التربية المواطنة الأشغال الوثائق ومفاهما الأسئلة الموضوع المقالي يوجد موضوع المقالي من المواد موضوع المكالي بعد قراءة متأنية الوثائق وحسب الوثائق تسعار البيئة والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي لضغوطات قوية حتى تأثير تغير المناخي كما أن الوضع المائي بالبلاد مقلق جدا ويعكس هذا الوضع الهشاشة القوية للمغرب إذا التغير المناخي لكن أيضا بسبب كيفية استعمال ماء التي لا تراعي نذرتها لأن تسعيرات الماء صالح للشرب أو لاستعمال صناعي أو لأغراض السقي لا تعكس الكلفة الحقيقية لهذا الموارد ولا تحفز على اللجوء إلى الموارد البديلة واعتبارا لهذه المعطيات فإن تفعيل التزامات بلادنا ارتباطا بالجدوى الزمني لمنظمة أمم المتحدة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 سيكون أمرا صعبا إن الوثيرة الحالية لتنفيذ هذه التزامات تجعل من الصعب بلوغ بعض الأهداف ويتعلق الأمر أساسا بمكافحة آثار تغير المناخ إذا نقرأ كذلك الوثيقة الثانية بسرعة وإذا راكل منا للطابع البنيوي لهذه الظاهرة ببلادنا ما فتقنا نولي كامل الاهتمام لإشكالية الماء في جميع جوانبها وقد خصصنا عدة جلسات عمل لهذه المسألة توجدت بإخراج البرنامج الوطني الأولي للماء 2020-2027 وكيفما كان حجم التساقطات خلال سنوات مقبلة فإننا حارثون على تسريع إنجاز المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج في كل جهات ومناطق المملكة ونخص بالذكر استكمال بناء السدود المبرمجة وشبكات الربط المائي البيني ومحطات تحية مياه البحر بالإضافة إلى تعزيز التوجه الهدي في الاقتصاد في استخدام الماء لا سيما في المجال الري إن مشكلة نظرات المياه لا تقتصر على المغرب فقط وإنما أصبحت ظاهرة كونية تزداد حدة بسبب التغيرات المناخية كما أن الحالة الراهنة للموارد المائية تسائلنا جميعا حكومة ومؤسسات ومواطنين وتقتضي من التحلي بالصراحة والمسؤولية في التعامل معها ومعالجات النقط الضعف التي تعاني منها إذن موضوع أكيد وإعلان نظرات المياه وقيلة المياه سوف نشير الصفحة اللي فيها الأسئلة هي هذه حدد أو حددين مشكلة البيئية الواردة في الوثيقتين واحدة إذن الوثيقتين سواء الأولى أو الثانية المشكلة اللي واردة فيها هي مشكلة الماء أو مشكلة نظرات الماء استخرج بنا الوثيقة واحد المعطيات المتعلقة بالموارد المائية بالمغرب ووفق الجدوى الأديم وضعية الموارد كيفاش ديرها أسباب هذه الوضعية التي نستخرجنا تأثير الوضعية على مستقبل التنمية بالمغرب ستتعرض لضغوطات قوية ستتعرض لضغوطات قوية بالنسبة للوضع الثاني عندي وضع مقلق جدا وضع مائي مقلق جدا الأسباب دير الوضعية نحسي الواخر كنت بغى نتسبيه الزرق شوف نتحط واخر نكمل بالعخر الأسباب دير الوضعية سوف نرى إذا التغير المناخي ها هو أول سبب لكن أيضا بسبب كيفية استعمال ماء التي لا تراعي نذرتها إذا الأسباب دير الوضعية هذه أول حاجة عندي التغير المناخي هذا كنظن سهلة التغير المناخي وعننا طريقة كيفية استعمال الماء التي لا تراعي نذرته كيفية استعمال تأثير الوضعية على مستقبل التنمية بالمغرب إذا الوضعية لنذرة الماء كيفية تؤثر على الوضعية في المستقبل أو للتنمية أو لأغراض لا تحفز على الوجوء إلى المغرب واعتبارا لهذا ما فئنات في إتزامات هدف التنمية سيكونوا أمرا صعبا إذا صعوبة الوصول لأهداف التنمية المستدامة اللي احنا متوقعينها في سنة 2013 صعوبة البلوغ الأهداف هذا هو التأثير هذه الوضعية إذا نكتبه صعوبة صعوبة بلوغ أهداف التنمية التنمية المستدامة المتعلقة المتعلقة بمكافحة آثار تغيير المناخ نكتب السنة النهار المتوقعين في هذه 2030 أبرز أو أبرزي من الوثيقة الإجراءات التي اتخذتها الدولة المغربية في إطار البرنامج الوطني الأولوي للماء كيف ندارس الدولة في هذا الإطار الأولوي للماء وقد خصصنا عدة جلسات حجم التساقطات المتعلقة تسريع إنجاز المشاريع التي يتضمنوا هذا البرنامج في كل جهات ومناطق هناك استكمال بناء السدود المبرمجة وشبكات الماء البينية ومحطات تحلية مياه البحر بالإضافة إلى تعزيز توجه الهادي في الاقتصاد في استخدام الماء إذا هذو كلهم إجراءات تاخذتها الدولة إذا هذو الإجراءات هذو نكتبوه هنا طالبنا ربعة الإجراءات إذا عندي استكمال استكمال بناء السدود بناء السدود كيف مكنة الوضعية السدود المبرمجة مبرمجة إنجاز شبكات الربط المائي إنجاز شبكات الربط المائي البين البين الثاني إنجاز محطات تحلية البحر إنجاز محطات تحلية البحر عندنا الاقتصاد توجه الهادي في الاقتصاد في استخدام الماء خصوصا كما كاتبين في مجال الري تعزيز توجه تعزيز توجه الهادي للاقتصاد في استخدام الماء الماء اقترحي اربعة سلوكات فردية قابلة للتطبيق بهدف ترشيد استعمال الماء بمحيطك المحلية سواء في المدينة او لا في القرية يعني اعطيني واحدة ربعة الاقتراحات في استعمال المنزلي اليومي او لحتى في الفلاحة او لا مثلا استعمال تقنيات الرأي بالتنقيد استعمال تقنيات السقي بالتنقيد هذي مثلا في المجال دي الفلاحة بالتنقيد هذي مثلا لك انتي في البادية اولا هذي را ممكن تكتبها مثلا غنديروا عدم الاسراف في الماء عند عند الاستحمال عند الاستحمال كذلك عند غسل الاواني او الا عند استعمال في غسل السيارة اذا ممكن زنت اي سلوك قابل للتطبيق من اجل ترشيد استعمال الماء عنده السؤال خمسة ورد في الوثيقة جوج ما يلي كما ان الحالة الراهنة للموارد البائية تسأل مائية تسألنا جميعا حكومة ومؤسسات ومواطنين باعتبارك مواطنا مغربيا اكتب او اكتبي تدوينة مركزة في حدود اربعة اسطر على صفحتك في مواقع التواصل الاجتماعي تحاول او تحاولين من خلالها اقناع متابعيك او لزملائك باهمية الحفاظ على الماء اذا خصنا نكتبوا واحد بحالة تدوينة بغي تكتبها مثلا فيسبوك او لهادي على الصفحة وتقنع فيها زملاء باهمية الحفاظ على الماء اذا هنا ممكن نكتبوا مثلا يعد بلدنا حاليا بين اكثر الدول التي تواجه نذرة غير مسبوقة في المياه وهذا الوضع الراهل للموارد المائية مش البشر يرتبط الحال يقتضي منك افراد تحليب المسؤولية في تعاملنا معها عبر القطع معها يعني الموارد المائية عبر القطع العشوائي مع كل اشكال تبدير لكي لا نجد انفسنا في يوم من الايام في طابور طويل ننتظر دورنا للحصول على بعض لتراتين من الماء اذا الله يحفظ ان شاء الله يكون السنة الجاية ان شاء الله يكون فيها الخير على جميع المستويت اذا نكمل هنا لتراتين من المائية عرف او عرفي حسب اختيارك بمفهومين اولا بمصطلحين اثنين فقط اذا المصطلحات ترخصكم حطيتهم لكم على حساب الاطار المرجعي قوة تكنولوجيا نموذج تنموية عربية اقتصاد السوق مؤشر تنموية البشرية تفسير الجغرافية قوة اقتصادية عظمى اذا هتختار جوج خاصة تشرحهم او تعطي التعريب دياله ميز او ميزي بين العبارات صحيحة الخطئة بكتابة صحيحة ام خطأ امام في مقابل كل عبارة عندنا هنا تندمج الفلاحة الامريكية مع باقي القطاعات الاقتصادية في اطار ما يعرف بالاغرو بيزنس اذا بطبيعة الحال هذه عبارة صحيحة اذا هنا هنكتبو اقتصاد يعني صحيح او المعادن بطبيعة الحال خطأ تعتمد اليابان على عنصرها البشري في قوتها التكنولوجيا بطبيعة الحال صحيح اذا كتعطي واحد اهمية كبرى للعنصر البشري بالنسبة اليابان تعتبر المبادلات تجارية ظاهرة اقتصادية قابلة للمعالجة عبر توظيف النهج الجغرافي اذا مواجهة المبادلات تجارية ممكن تدرسوها عبر يعني توظيف النهج الجغرافي بطبيعة الحال صحيح سؤال ثلاثة او الصنف معطيات الجغرافية المتعلقة بكل من اليابان والنيجيريا وفق خطوات النهج الجغرافي ذي من الجدول اسفل اذا عندنا خطوات النهج الجغرافي الوصف الجغرافي كان وصفه من بعد ندره التفسير من بعد ندره التعميم هادو هما الخطوات ذي النهج الجغرافي هادو ثلاثة يرسب الضعف تنموي لنيجيريا بغياد الاستقرار السياسي في البلاد يعد اليابان اول منتج للعقول الالكترونية في العالم يمكن تجاوز قلة الموارد الطبيعية بفعل تقدم تكنولوجيا حسب التجربة اليابانية اليابان وخا ما عندهمش موارد طبيعية ما عندهمش معادن ما عندلش ولكن عندهم عنصر بشاري يخدموا عليه تفيد حالة نيجيريا بان الغينة الطبيعية غير كافية لوحدها هذا الاستنتاج ملكا تقرارها طبيعة حالة اوتوماتيك ممكن تبدأ تمييز فينا هو الوصف فينا هو التفسير فينا هو الاستنتاج تفيد حالة نيجيريا بان الغينة الطبيعية غير كافية لوحدها لتحقيق تنمية البشرية وخا عندي انا غينة طبيعية راما كافية نيجيريا عندها مراتب متأخرة عالميا في مجال تنمية البشرية نيجيريا عندها مراتب متأخرة شنو التفسير علاش يساهم البحث العلمي بيدور مهم في بناء القوة التكنولوجيا اليابانية إذن هنا هيا غدي نحضر الوصف الجغرافي بالنسبة ليابان ما له ما اليابان شنو عندها شنو شفنا عندها شفنا يعد اليابان اول منتج للعقول الالكترونية في العالم يعد اليابان اول منتج وغندي نكمله إذن هذا وصف جغرا شنو التفسير اللي خلى اليابان يكون اول منتج للعقول الالكترونية في العالم هو انه البحث العلمي يساهم بدور مهم في بناء القوة التكنولوجيا اليابانية إذن غدي نكتبو فين هو يساهم البحث العلمي ما عارش ما راكم حدش يسيره ما راكم عارش عارش فين هو يساهم البحث العلمي يساهم البحث العلمي بدور مهم بدور مهم من انكمله شنو الاستنتاج اول التعميم إذن كما قلنا هنا يمكن في نهاية يمكن تجاوز قلة الموارد الطبيعية يمكنه تجاوز قلة الموارد الطبيعية قلة موارد الطبيعية انكمل الجملة ده بغن دزول نيجيريا اشنو هو الوصف اللي شفنا اشنو شفنا عن نيجيريا لأن نيجيريا تحتل مراتب متأخرة عالميا إذن تحتل نيجيريا تحتل نيجيريا مراتب متأخرة عالميا متأخرة عالميا إلى آخري صافي فاش مجال تنمية البشرية صافي إذن شنو تفسير علاش تحتل مراتب يعني متأخرة عالميا لأنه هذا علاش لأنه يرتبط ضعف التنموي لنيجيريا بغياب الاستقرار السياسي في البلاد تحتل مراتب متأخرة إذن تفيد الحالة حالة نيجيريا إلى آخيري يبقى أن الغينة الطبيعية غير كافية غير كافية لوحده غير كافية لوحده ونكملو نشوف الموضوع المقالي بعد مرات الموضوع المقالي كيجي في درس واحد بعد مرات كيجي الموضوع المقالي مركب كياخد شو من هالدرس شو من هالدرس بحالة حالة هاتي قادة سياسة توسعية لنظام النازي العالم نحو الحرب العالمية الثانية التي شكلت ضرفية مناسبة لتحول حركة وطنية مغربية من المطالبة بالإصلاحات إلى المطالبة بالاستقلال شوف كيف يجدخلنا الدرس ديال النازية مع الدرس ديال يعني الحركة الوطنية وكتب موضوعاً مقالياً تبرزين فيه الآتي خصائص النظام النازي ودوروا في اندلاع الحرب العالمية الثانية إذن تقضي الخصائص وتقضي الدور دياله المحطة الكبرى لنظام المغرب من أجل استقلال ما بين 1844 حتى 1956 إذن أنا هنعطيكم بعض الموقات اللي تقدروا تعتامدوا لها من نسبة و تخدموا هذا الموضوع المقالي إذن كل حاجة كتتاخد النقطة ديالها بالنسبة قلنا الموضوع المقالي عندنا الجانب المنهجي إذن بالنسبة للمقدمة و تصميم المنطقي الواضح و الأسئلة و هذي و الخاتمة هاتشي كل شي جانب منهجي كتشد علي جوش النقاط الجانب معرفي كتاخد ربعة كي تدي ربعة من نقاط يعني الها درار اللي غادي تقول الجواب ديالك على هذوك الأسئلة و نقطة كتمشي على الجانب الشكلي إذن نورقة ديالك منظمة اللغة ديالك صحيحة سافي إذن هذي المسائل هذي سنردوا للمبال وشحال مرة وردكم كيف كيف تكتب الموضوع المقالي و كيف أن نخسين نخلي شوية تكلالينية في اللول عدم ذنكتب و ندير الأسئلة بعد ما تستفهم ديالهم و ما ندير شوية و ثلاثة أو مقدمة و عد و خاتمة هذي مكيكونش في الموضوع المقالي إذا ندوي على خصائص النظام النازي و دوره في اندلاع الحرب العالمية ثانية إذا الخصائص النظام النازي كما تعرف هي الشمولية أو الكليانية يعني التحكم في جميع السلطات إقرار نظام الحزب الوحيد يعني الزعيم الوحيد والتحكم في الاقتصاد والمجتمع السلطة و هي كذلك من خصائصها يعني استعراض القوى العسكرية قمع المعارضين و منحورية التعبير توظيف الإعلام لنشر مبادئ النازية عنا العنصرية تمجيد العرق الآري الألماني والإيمان بالنقاء العرقي إذا الممكن الناس الخرين يعني هما أدنى مستوى التوسع إذا النظام النازي كان بغيت توسع تنفيذ نظرية المجال الحيوي وهذا بطبيعة الحال الخصنان توسعه فيه شوية و الربطه بروابط منطقية شنه الدور النظام النازي في اندلاع الحرب العالمية الثانية تخلط شروط معاهدة فيرسا يعني ما التازم شبيها انسحاب من عصبة الأمم تكوين حلف المحور الشروع كذلك فيه توسيع المجال المحطات الكبرى لنضال المغرب من أجل الاستقلال المحطات المرحلة اللولة كانت بين 1944 و 1953 ما قبل نفي السلطان محمد الخامس اذا عندي تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في سنة 1944 زيارة سلطان محمد الخامس لمدينة الطنجة في سنة 1947 ويلقاء خطة سياسيها من التأكيد على وحدة المغرب المحطات او للأحداث اللي كانت بين 53 و56 اللي بغان ندوع لها يعني ما بعد نفي السلطان محمد الخامس ان السلطات الاستعمار نفت السلطان محمد الخامس والأسرة دي الوف 1953 اشنو انطالقت انطالقت طورة الملك والشعب وبدو المظاهرات والاضرابات والعمليات الفدائية وتم تأسيس جيش التحريض من بعد هاتشي اللي وقع تم هدية اهم المراحل للنظام من الاجل الاستقلال وفي الاخر ندير واحد الخاتمة يعني مركزة لاني ما سبق ذكره كانت من لكم التوفيق ونتلقى ان شاء الله معنا ما ديج امتيحانات اخرى بتوفيق للجميع وإلى اللقاء